وأقول في هذه الأشياء المطروحة الآن من الرئاسي ومن البرلمان ومن هنا ومن هناك لا يزال أحسن الأشياء وأفضلها المطروحة الآن هو ما تقدم به رئيس مجلس الدولة من إجراء انتخابات تشريعية برلمانية فقط دون انتخابات رئاسية والانتخابات الرئاسية تكون بعد الاستفتاء على الدستور والانتخابات التشريعية تكون أيضا بناء على قاعدة دستورية يعني يتفق عليها فالأمر الطريق واضح والخريطة واضحة لمن أراد السلامة للبلد لكن من أراد أن يفصل الأمور على مقاسه ويأخذ إجازة وأن لا يجمد عمل شهر والاثنين ثم بعد ذلك إذا نجح خلاص ينتقي إلى عمله الجديد وإذا لم ينتنجح الانتخابات يرجع إلى مكانه فهذا معناه أن ما زلنا ندور في نفس الحلقة المفرغة ترجمة نانسي قنقر